حلقة السادسة من شرح كتاب الفقه المعاصر في الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السؤال النهاردة السؤال السادس بيقول ماذا نقول لمن حافظ على صلاة الجماعة ما فضل صلاة الجماعة اي واحد بيحافظ على صلاة الجماعة منبشره تلات امور مهمة جدا اول حاجة عندما تقوم الساعة هو عيب او ظل الرحمن لان صلاة الجماعة هي اللي هتخليك تقف في ظل العرش قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعتهم يظلهم الله في ظله يوم إلا ظله إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد لو انت بتطلع كل شوية المسجد كل شوية وجيبه رد القرآن وجيبه الأسكار هيبقى قلبك معلق بالمساجد ده يبقى انتك كده خلاص في يوم خمسين ألف سنة وانت تحت الظل طيب ساعة بقى الميزان هتلاقي حسناتك كتيرة جدا لان صلاة الجماعة دي واجبة لأدلة كتيرة جدا وصلاة الجماعة دي فيها بركة المشي للمسجد فيها حسنات الوقوف الوقوف في الصف الأول فيه التأمين وعلى الإمام الأسكار قراءة القرآن تشريع الموتى زيارة المرضى هتلاقي أكتر حاجة يبارك حسنات الفرض انت بصلي في المسجد آخر حاجة بقى ساعة ما تخش الجنة هتبقى ليك منزلة تلاقي نفسك منزلتك ترفعت ليه لان انت تشرفت بلقاء الصالحين ومن قتل لو قاعد مع أهل صلاة الفج حبيتهم فتلاقي نفسك مع انك منزلتك لقام واحد تلاقي نفسك في المنزل لقام ألف ليه من أحب قوم من حشر معهم ودي صحبة صالحة اللي تشفع لك ربنا يقول لهم خشوا الجنة يقول لهم لن ندخل الجنة إلا بإخواننا يبضلوا مستنيينك وما يدخلوش الجنة غير بيك فانت في ساعة خمسين ألف سنة انت في ظل الرحمن ساعة الميزان حسناتك كتير جدا جدا بسبب الصلاة ديه ساعة انت في الجنة وعلى الصلاة ليك صحبة صالحة هتفضل تشفع لك وتنجيك منها الصلاة وتدخلك معاه في أعلى درجات الجنة بسبب ان موظبطك مع الناس ديه وسلامك عليه ومحبك ديه والثلاثة دول مستحيل يحصلوا مجرد صلاة الجماعة قلوا قولي هذا وأستغفر لي ولكم